حتى نسوي المشروب العراقي المميز في رمضان وخاصة ماكو سفرة عراقية رمضانية تخلى من النومي بصرة اليوم راح نسوي لكم نومي بصرة بارد اول شي راح نكسر النومي مالتنا بهذا الشكل ونشيل النوة اللي داخل النومي كلها يعني اهم شي النومي بصرة مالتنا كلها انفلسة من البذور بهذا الشكل بحيث يكون عدنا كلها نظيف على مد ما ينطينا مرورة بالعصير مالتنا هنا النومي بصرة كلها راح نكسرها بالاول وبعديا على راحتنا نفلسة من البذور ماتة بحيث يكون عدنا جاهز على مود نبلش هنا نفس ما تشوفون النومي بصرة كلها طلعنا كل البذور الي داخل النومي هنا النومي بصرة عدنا مكسرية وجاهز وبدون النومي هنا راح نجيب النافت دول كت مي دافي وننقع النومي بصرة مالتنا لمدة اربع ساعات بالضبط بعد اربع ساعات راح نجيب النومي بصرة مالتنا ونبدأ نصفي وناخذ كل المونة الموجودة به نعصر عصر بحيث يكون عدنا نفس ما تشوفون بهذا الشكل هنا النومي بصرة اخذنا كل المونة ماتة نفس ما تشوفونا الشفنات نشف واخذنا كل المي ماتة هنا نفت حبتيان ثلاثة هيل ينطي نفت نكا كلش طيبة الهيل مو مطحومة لا هيش هيل هو وحبة بس نطق الهيلة هيش بالنص هنا نقدنا كوب شكر نبدأ نخفق النومي بصرة بهذا الشكل بحيث لحد ما يصير بهش مثل الوخفة يعني امورنا تمام ونومي بصرة مخفوق زيان وجاهز نجيب ثلج ومي بارد مجرش تقريبا كوبية مي ويا الثلجات مالتين نضيفا على النومي بصرة وهم نرجع نخفق بهذا الشكل لحد ما نموع الثلج شوية ويكون عندنا بارد ونبدأ نصبه ونجيبنا فد قلاس يتشح له مرتب ونبدأ نصب النومي بصرة على مدن قدمه وهذا المشروب العراقي المميز هذا المشروب العراقي ماكو عراقي ما يحب النومي بصرة برمضان قلاس من هذا النومي بصرة ويا الفطور راسك يرتاح إن شاء الله تعجبكم هاي الوصفة تحياتي لكم بينوفود لا تنسون تتابعوني على انستغرام فيسبوك يوتيوب تويتر في مالا